أعزائي الطلبة أهلاً وسهلاً بكم بدرج جديد من سلسلة دروس مادة اللغة الإنجليزية في هذا الدرس سوف نسلط الضوء على موضوع مهم جداً من مواضيع الاسبالينغ الإملاء وهو معناته تعلم مفردات جديدة وهذا الموضوع يدخل من موضوع الإملاء عدنا تمرين خاصات من الإملاء ومن التمارين المهمة جداً تمرين A صفحة ثنياً وتمرين B في صفحة 19 بمعنى تعلم مفردات هو حسب ما يقول بالمنهج لتعلم كلمات جديدة هو أن تضع هذه الكلمات ضمن مجاميع ضمن مجاميع لذلك سوف نسلط الضوء على المجاميع المعطاة في هذا الدرس وكيفية التعامل معه فهنا الـ set بمعنى مجموعة بمعنى شنوى مجموعة ينطيني مجموعة وراح ينطيني words مجموعة من الكلمات طبعاً هذه المجاميع يجب أن تحفظ على شكل إملاء والwords أيضاً يجب أن تحفظ على شكل إملاء وراح نسلط الضوء على هذه المجاميع واحدة تنتل والأخرى المجموعة الأولى مجموعة الفروت مجموعة الفروت شنقول عليها؟ نقول عليها فواكه شنقول عليها؟ فواكه كلنا نعرف الفواكه فأول أنصر بيها نقول الـ apple apple اللي هو التفاح و oranges orange orange البرتقال و grapes grape بمعنى العنب و banana بمعنى الموز و strawberry 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 بمعنى الفراولة أعيد وأسلط الضوء عليهم apple بمعنى تفاح orange بمعنى برتقال grape grape بمعنى عنب بمعنى عنب و banana بمعنى mousse strawberry بمعنى الفراولة بمعنى الفراولة طبعاً لدي الكلمات كلهم واردات بالمنهج بصيغة الجميع لكن أنا هنا حولت إلى صيغة المفرد حتى نسلط عليه هنا الضوء بالشكل الصحيح أعيد apple orange grape banana and strawberry strawberry يعني من يقل لي من يقل لي مجموعة الفواكه يعني من ينطيني fruit أنا كطالب لازم ذن الكلمات الخمسة تحت مجموعة fruit كلهم حافظهم أعددهم وأكتبهم بالشكل الصحيح فأقول apple orange grape banana and strawberries and strawberries or strawberries لأننا سبقوا انجلت واردات بصيغة الجميع أنا هنا حولتهم بصيغة المفرد فهذه المجموعة الأولى تحتوي على خمسة عناصر على كم عناصر خمسة عناصر وذن عناصر أو الخمس كلمات لازم أحفظها أجي إلى المجموعة الثانية المجموعة الثانية اللي هي مجموعة treatment treatment معناتها علاجات أو معالجات علاجات أو معالجات من المجاميع المهمة جدا والتي دائما ما ترد في الامتحان الوزاري فش نقول شو تضمن تضمن bandage bandage بمعنى ضماد بمعنى ضماد و blaster blaster وكل نحن نعرف شنو البلاستر بمعنى ضماد بمعنى لسقة أو blaster و cream cream بمعنى مرطب أو مرهم و medicine 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 بمعنى دواء pills بمعنى شنو بمعنى حبوب بمعنى شنو حبوب أعيد bandage bandage blaster blaster cream cream medicine pills أعيد ترجمتهم bandage بمعنى ضماد بمعنى شنو ضماد أو لفاف plaster بمعنى لسقة هاي اللي تنحط على الجرف و cream بمعنى مرهم أو مرطب medicine بمعنى دواء بمعنى شنو دواء و pills بمعنى حبوب هاي الحبوب اللي اللي نتناول هالتابلت مجموعة أخرى أيضا تحتوي هذه المجموعة على خمسة عناصر على شنو على خمسة عناصر أو خمسة كلمات رئيسية أجي إلى مجموعة مهمة جدا joints طبعا joints راح تجزئ إلى جزئين حتى يفتهم هالطالب أقول joints in the arm in the in the arm شنو معناتها joints معناتها مفاصل شنو معناتها مفاصل in the arm معناتها في الذراء شنو معناتها مفاصل في الذراء وعند joints in the leg شنو leg شنو معناتها معناتها في الساق يعني المفاصل لازم أعرف أنه تجزئ مفاصل في الدراء ومفاصل في الساق وهنا لازم أحفظ المجموعة joints in the arm joints in the arm معناتها مفاصل في الدراع ومعناتها مفاصل في الساق وراح نسلط الضوء عليها إن شاء الله حسب ما ورده في الامتحان الوزار فالجوينس اند ام عددهم شقد عددهم ثلاثة شقد عددهم ثلاثة اللي هم ورست ورست بمعنى الرسق وإلبو بمعنى المرفق وشولدر بمعنى الكتف بمعنى شنو؟ بمعنى الكتف شولدر 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 بمعنى كتف بمعنى شنو؟ بمعنى كتف شولدر هنا رست بمعنى الرسق بمعنى المرفق بمعنى الكتف بمعنى الكتب بينما جوينس اللي هنجد عددهم عددهم 2 اللي عددهم اثنين ني بمعنى الركبة بمعنى الرنقبة وأنكل بمعنى شنو بمعنى الكاحل بمعنى الكاحل بمعنى الكاحل إذن لو نجي نجمعهم ونجد العدد مالتهم أيضاً راح يكون خمسة ولكن مجزئات ولكن مجزئات جوينس 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 وهذه المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة اللي هنجد اللي هنجد معناته الأفعال معناته شنو الأفعال الفعل الأول أيضاً جد عددهم عددهم خمسة شاقول أقول بمعنى يتنفس و سوالو سوالو بمعنى يبتلع وسنيز بمعنى يعطس وكوف بمعنى يسعل وفينت بمعنى يغمى عليه بمعنى شنو يغمى عليه فاعدهم بمعنى يتنفس سوالو بمعنى يبتلع وسنيز بمعنى يعطس وكوف بمعنى يسعل وثينت بمعنى يغمى عليه بمعنى يغمى عليه لو أرجع عددهم أيضاً أقول عددهم خمسة كلمات أو خمسة عناصر داخل مجموعة الـ أجي إلى مجموعة الصحلة ماهاques وذكر معنى تداخل الجسم gemeمال وواب مخارج الجسم سأعطس عددهم أربعة عددهم أربعة ع passage بلود بمعنى الدم بمعنى العظام بمعنى القلب وستومك بمعنى شنو؟ بمعنى المعدة بمعنى شنو؟ بمعنى المعدة أما الآخر اللي هي خارج الجسم فوحدة عندنا اللي هي سكن بمعنى الجلد أو البشرة إذن لو نحسبهم خمس مجامية خمس مجامية ودينا 25 كلمة 25 كلمة فإذن لازم الطالب يحفظهم حتى يحصل على العلامة الكاملة اللي هي ضمن موضوع ضمن موضوع اللي هو الإبلاء طبعا أعيد أصل لتضع عليهم المجموعة الأولى المجموعة الثالثة تجزئ إلى جزئين أساسيات اللي هنا جوينس إنتها أو جوينس إنتها جوينس إنته جوينس إنتها جوينس إنتها بسنطًا جوينس إنتها اللي هي النه وآنكل أجي إلى المجموعة اللي بعدها الأفعال بمعنى يتنفف بمعنى يبتلع وسنيز يعتّس وكوف يسأل وفينت بمعنى يغمى عليه. المجموعة الأخيرة أيضا تجزئ إذا جزئين رئيسيات الجزء الأول اللي هو الدم العظام ومهارة القلب المعدة خارج الجسم اللي هو الاسكن راح أخذ بعض الأمثلة التي وردت في الامتحان الوزاري على سبيل المثال على سبيل المثال شوف شطان اسم المجموعة شنية شنطاني المجموعة الرئيسية اللي هي الفواكه شنطاني من عندها كلمة اللي هي الأبل شوف شنطاني هسا معناتها علاجات أو معالجات والطاني شنو شوف شنطاني فراغ فراغ لازم أعرف أنه مجموعة العلاجات أو المعالجات تتضمن خمس كلمات شنطاني من خمس كلمات لازم أكتب وحدة من عندهم ولكن أن يكون إملاءا صحيحا شي يكون إملاءا صحيحا أسهل وحدة بيهم إذا ما حددني شنطاني أقول نشوف شنطاني الطاني حرف بي عن شرط شكتب هنانا لازم أقول بلاستر أو مرات يطاني حرف بي شاقول هنانا أقول بان شاقول هنانا باندج رجع المن رجع للفروت رجع المن للفروت نطاني البرتقال من ضمن يا مجموعة الفروت الدور شنطاني شوف شنطاني هنا نطاني ميدسن شنطاني ميدسن يا أبا هذا الميدسن المن يرجع المن يرجع يرجع إلى مجموعة المعالجات فش أقول أقول تريتمنت تريتمنت شنو الهدف من هذه الأمثلة اللي أخذناها يعني المجاميع مطلوبة عندي وكذلك الكلمات مطلوبة من عندي مرة يطين المجموعة يريد عناصرها أو كلماتها مرة بالعكس يطين الكلمات شيريد يريد أصل المجموعة شيريد الأصل المجموعة على سبيل المثال شوف المثال الآخر تريتمنت تريتمنت شنطاني بلاستر من المعالجات بلاستر شوف شنطاني جوينت جوينت ان ذا ان ذا آم شوف شنطاني عنطاني حرف شنطاني عنطاني حرف يعني معناها تريد كل ما تبدي بهذا الحرف فش أقول هنا أقول رست ش أقول رست اكتبها بالشكل الصحيح بالشكل الصحيح او اذا انا طاني حرف اي شاقول اقول البو شاقول البو اذا انا طاني حرف اس اقول شولدر شاقول اقول شورد اللي عناني حافظهم 3 اللي جوينس اند اارم اقول عليهم 3 اللي هما الريست والالبو والشورد. مثال اخر مثال اخر شوف يقول لي يقول لي IT ني ني نغير لي السؤال معنى الضماد من العلاجات الني المن ترجع شاقول أقول A joint A joint in the In the leg اللي هو مفصل وين مفصل في الساق وكثير الأمثلة اللي ما تريد مرة ينطيني الكلمات يريد المجموعة ومرة ينطيني المجموعة يريد الكلمات هنا أنا راح أسلط الضوء على Exercise B on page 19 and Exercise C دمجته تحت تحت مفردات واحدة دمجته تحت مفردات واحدة راح أسلط الضوء على Exercise B on page 19 وإكسرسايز C on دمجته لكم هنا وطريقة الإملاء مالتي Write the correct words Write the correct words شو ما نتبع؟ اكتب الكلمات الصحيحة اكتب الكلمات الصحيحة بالاعتماد على اليمن باعتماد على الحفظ مالتي آن سبق وانحافظ الإملاء لذلك راح أكتب بالشكل الصحيح ومع مراعات القواعد الإملاء يعني لازم أكتب الإملاء بالشكل الصحيح name معناتها سمي سمي three joints أو اذكر ثلاثة مفاصل in the arm في الذراع اذكر أو سمي ثلاثة مفاصل في الذراع ومطين وسائل مساعدة يبدأ بالW أقول wrist شاقول wrist W E شاقول عليه أقول elbow اللي هو المرفق ومن طيني الأس شاقول عليه أقول shoulder شاقول عليه shoulder هنا أنا كتبتهم ثلاثتهم اللي هم مفاصل الذراع مفاصل الذراع name two joints two joints سمي سمي اثنان من المفاصل في الساق من المفاصل في الساق ومن طيني الكي ومن طيني الأي شوفوا هنا الكي بمعنى knee بمعنى knee الركبة وهنا شا من طيني هو من طيني طبعا أي أن أقول ankle شاقول ankle بمعنى الكاحل الركبة والكاحل اللي هم مفاصل الأساق مفاصل أساق مثال آخر أو النقطة الثالثة name two things اذكر أو سمي اثنان من الأشياء for covering a cut for covering a cut لتغطية الجرح لتغطية الجرح لتغطية الجرح طبعا من ضمن المعالجات من ضمن المعالجات اللي هي الباندج وبلاستر من طيني نعم من طيني اثنينات شاقول أقول بلاستر بلاستر شوف حافظها آني فكتبتها وباندج أيضا أقول باندج شاقول أقول باندج بالاعتماد على حفظي آني بالاعتماد علي من على حفظي آني وهذا التمرين كمل اللي هو تمرين بي راح نسلط الضوء على اكسرسايز سي بنفس الصفحة بصفحة 19 هنا أنا أيضا جايب لي ياهم مرة يجيبهم على شكل إملاء يعني إملاء يطين الحرف الأول وأنا أكمل الكلمة ومرة لا يطين ياهم words in box يعني كلمات بالصندوق وأنا أنزلهم لذلك صلت الضوء على الجمل المهمة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 جمل اللي بالتمارين اللي موجودة I feel dizzy I feel dizzy أشعر بالدوار I am going to I am going to I think I think أنا أعتقد I am going to بأنه سوف التو إحنا نعرف التو دائما وأبدا شجي وراها يجي وراها مصدر مجرد مصدر مجرد هاي يجي وراها مصدر مجرد ومنطيني F من ضمن الفرب من ضمن الفرب أكو فعل يبدأ بحرف الف اللي هو faint شاقول faint يغمى عليه يغمى عليه ها إذن كتبت faint I feel dizzy أشعر بالدوار I think أعتقد بأنه سوف يغمى عليه فهنان الف من نرجع عليه كلمات شنقول عليها نقول عليها faint اللي هي من ضمن الأفعال I can't I can't لا أستطيع أيضا يكان دائما وأبد لنش يجيني وراها يجيني وراها مصدر مجرد مصدر مجرد يعني هنا تركيزنا عليه من تركيزنا على الفعل I can't وعندي بالS أقول swallow I can't swallow لا أستطيع البلع I have a sore throat لدي التهاب بالحلق أو بالحنجرة أو البلعوم البلعوم فهنا لن يجيني وراها مصدر مجرد يعني أحتاج إلى فعل You have to take يجب عليك أن تأخذ two of these اثنان من هذه من هذه يقصد العلاجات يجب أن تأخذ اثنان من هذه الحبوب pills pills بمعنى الحبوب three times a day three times a day ثلاث مرات في اليوم ثلاث مرات في اليوم You have to take يجب عليك أن تأخذ اثنان من هذه الحبوب ثلاث مرات في اليوم النقطة السابعة the sk شنو الكلمة اللي تبدو بالs والk اللي هي outside the body skin the skin شنو معناته the skin skin شنو معناته skin معناتها الجلد on my legs في أقدامي is very dry جاف جدا الجلد في أقدامي جاف جدا فهو يطين the sk معناتها skin بمعنى الجلد I have to put يجب عليك أن أضع هذا ومطيني CR يعني يرجع للعلاجات أو المعالجات أقول cream I have to put يجب أن أضع هذا المرهم on the skin on my skin على جلدي every day every day بمعنى كل يوم بمعنى كل يوم أيضا من الجمل المهمة جدا والتي وردت في الامتحان الوزاري we often say bless you غالبا ما نقول يرحمك الله when somebody عندما شخص ما فعلي هنا نريد من عندي شنو أقول sneezes عندما شخص ما يعطس غالبا ما نقول يرحمك الله when somebody sneezes عندما يعطس أحدهم النقطة الأخيرة we don't say we don't say لا نقول يرحمك الله if somebody إذا شخص ما شنو كفز شنو كفز يسعل يعني يقح ها فش نقول نقول ما شو وقت نقولها إذا أحدهم يعطس وشو وقت ما نقول إذا أحدهم شنو أحدهم يسعل أحدهم يسعل وعيدة وضح التمرين الجمل الثلاثة الأولى هي بتمرين ب في صفحة 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 19 والنقاط البقية هي من تمرين C اللي في صفحة 19 أيضا المجموعة الأولى يطين مساعدات بالحلو هذا التمرين ين يصل لقون الضوء على الإملاء على الإملاء طبعا كثيرا ما نجد نجد أمثلة في الامتحان الوزاري على سبيل المثال مرات شي يقلي شوف شي يقلي يقول أ جوينت أ جوينت إن ذ إن ذ آم شوف هنا ما أحددني قال لي أجوينت معناتها مفصل إن ذ آم طبعا كم واحد عندي عندي واحد عندي اثنين عندي ثلاثة شي أقول هنا أقول رست شي أقول رست أو أقول شنو أقول البو أو أقول أقول شولدر شي أقول أقول شولدر مرات شي يمطيني شي يمطيني يقول لي أ جوينت أ جوينت إن ذ إن ذ لك كم مفصل عندي أنا في الساق عندي اثنين مرة أقول ن مرة أقول ن ومرة ش أقول أن كل ودائما ما يأتن ذني في الامتحان الوزاري يأتن ذني في الامتحان الوزاري إذن في هذا الدرس سلطنا الضوء على مجموعة كثيرة من الكلمات والمجامية التي ترد ضمن سؤال الإملاء لذا يتوجب على الطالب حفظ المجامية وحفظ الكلمات ليتسنى له حظ العلامة الكاملة أعزاء الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا إلى هذا اليوم على أمل اللقاء بكم ودرس آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته